السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم الليلة ليلة السابع والعشرين هل هي ليلة القدر حقا؟ ما أرجح الأقوال في تعيين هذه الليلة ما فضلها؟ ما علاماتها؟ فعلاً الليلة ليلة السابع والعشرين طيب نبدأ بالحديث عن فضل ليلة القدر لا شك أن فضلها فضل عظيم تنزلت باسمها سورة كاملة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فيها يقدر الله مقادير الخلائق على مدار العام يستنسخ من اللوح المحفوظ ما يكون من أقدار طوال هذا العام فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا من عند الله عز وجل إنا كنا مرسلين العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر خير من ألف شهر تعلمون كم تعدل ألف شهر تعدل ثلاثاً وثمانين سنة وأربعة أشهر فعوض الله به هذه الأمة عن قصر أعمارها أعمار هذه الأمة ما بين الستين والسبعين متوسط أعمارها وأعمار الأمم السابقة كانت أطول من هذا فصالح المؤمنين منهم كانوا يعبدون الله مدة من الزمن أطول من هذا فعوض الله هذه الأمة عن قصر أعمارها بليلة القدر من شهدها كل سنة كأنما زاد في عمره العبادي ثلاثة وتمانين سنة يشرع إحياؤها بالقيام والاعتكاف والدعاء وسائر الأعمال الصالحة ففي حديث أبي هريرة ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً وغفر له ما تقدم من ذنبه في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وطر الدعاء وأفضل الدعاء في هذه الليلة ما علمه نبينا صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة لقد قالت له يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها فقال قولي اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عني اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عني أرجح ما ورد في تعيينها أنها في أوتار العشر الأواخر وأنها تتنقل ليست ثابتة في كل عام وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 وليلة 23 وأرجاها عند الجمهور ليلة 27 الليلة فجمهور أهل العلم على أن أرجى ليالي ليلة القدر ليلة 27 لماذا؟ لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه في ليلة القدر قال سألت أبي بن كعب أحد الصحابة يقول سألت أبي بن كعب قلت له إن أخاك بن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر اللي يقيم السنة كلها تلتمية وستين يوم يصيب ليلة القدر فقال رحمه الله لقد أراد أن لا يتكل الناس أي بس يرفع حمة الناس إلى عبادة الله عز وجل أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها في ليلة 27 كلام أبي بن كعب رضي الله عنه رحمه الله أراد أن يتكل أن لا يتكل الناس انظروا أيضا إلى أدب الصحابة في تعاملهم بعضهم مع بعض حتى عندما يختلفون في قضية من القضايا لقد أخبره أن ابن مسعود يخالفه في مذهبه في ليلة القدر إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر قال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس حسن تعليل وحسن تخريج أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27 ثم حلف لا يستثني يعني لا يقول إن شاء الله إنها ليلة 27 فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر فقال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطلع يومئذ الشمس يعني لا شعاها لها تصريع أن تحدق النظر فيها فلا تضار عينك من هذا التحديق ولا تيد مشقة الحكم في إخفاءها ليحصل الإجتهاد في التماسها بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر الناس في عبادتهم عليها كما هو الحال في ساعة الجمعة أما علامتها فكما قال أبي ابن كعب تخرج الشمس صبيحتها صافية لا شعاع فيها تخرج الشمس صبيحتها صافية لا شعاع فيها وهذه علامة لاحقة علامة متأخرة لكن في علامة أخرى مصاحبة لها طمأنينة المؤمن راحته انشراح صدره كل هذا من علامات ليلة القدر أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم شهودها